بسم الله الرحمن الرحيم هنعمل النهر ده البيتزا الاقتصادية بكيس واحد جبنة هنعمل أربع بلزات حجم كبير البيتزا ما شاء الله سخنة وجميلة وعجنة بتاعتها طريقة وحلوة قوي مش شرط انه نعمل بلزاية تمط الأخر الشارع لا لو انا عندي عدد كبير او بالنسبالي شايفة ان امكاناتي ما تسمحش وعايزة اعمل كمية لا انا ممكن عملها بكيس واحد جبنة والله بتطلع طعمة طعامة جميلة جدا انا عملها بالسجوء زي ما انتو شايفين كده وشايفين كمان العجينة بتاعتها هشة ازاي انا هقولك على سر العجينة بجد اللي تطلع معاك طحفة هتنجح لك العجينة قوي قوي زي ما انتو شايفين كده شكلها جميل طريقة وحلوة الطريقة بتاعتها بسيطة جدا ونتاجتها حلوة قوي بتعمل حاجة مغزية كده لأولادك واسرتك كلها حتى الحشو اللي علاها بسيط ممكن تستبدل السجوء ده بالفراخ او باللحمة المفرومة اي حاجة موجودة عندك في البيت تقدر تعمليها كل حاجة بتتعامل بحب بتتكل بالصحة وبقال فهنا عالجميع اول حاجة بقى اول حاجة معانا كله دقيق ولازم ننخلك وايس جدا عشان لو فيه اي تكتلات او اي حاجة وفي نفس الوقت العجينة تطلع معايا نكحة وهشة وبقى دخل الديق الهوى كده وحلو انا في اي معجنات لازم بنخل الديق الاول بعد كده معايا معلقتين كبار من الحليب البودر وده اختياري بس ده كان متوفر عندي وقلت حاجة مغزي بعد كده بنحط نص معلقة صغيرة من الملح ومعلقتين كبار من السكر او معلقة واحدة لو انت بتحب السكر قليل شوية ومعلقتين كبار من الخميرة بحطهم برضه على الدقيق المكونات دي مظبطة جدا وبتطلع عجينها الشمعكة حلوة قوي بنحط ربع كباية من الزيت وبيكون معانا بيضة بنبتدي ان احنا نحطها كده على الخليط بعد ما بحط البيضة بجيب بقى معلقة وابتدي ان اقلب كل المكونات مع بعض في الاول كده بقلب بالمعلقة عادي وبعد كده ان شاء الله نستخدم ايدينا زي ما انتوا شايفين طيب بالنسبة للمياة لازم تنزيل بالمياة بالتدريج زي ما انتوا شايفة كده لو انت مبتدئة منفعش تنزيل بالمياة على طول عشان تضبط سمك العجينة معاك بتحط المياة وتقلب كويس طبعا بتجيب العجينة كده من بره الجوه ما بسيبيش اي حاجة لما بتنجي مع بعضه لو عايز العجينة تخمر معاك بسرعة بتستخدم المياة الدافية وخصوصا كمان في جو الشتاء العجينة بتفرق معاك بتطول شوية في التخمير انما انت لو في الصيف التخمير بيكون وقته اقل زي ما انتوا شايفين خلاص بدأ كله كده يندمج مع بعضه طبعا هنبتدي بقى ان شاء الله ان احنا نستخدم ايدينا ببتدي كده شيل اي حاجة في المعلقة لانك بصراحة حرام نرمي اي حاجة لان ده كله خير ونعم من عند ربنا بنبتدي بقى ان احنا بيدينا كده زي ما انتوا شايفين شايفين ايدي بعمل بقبضة ايدي كده وانزل بتقلي كده على العجينة ده مهم جدا الخطوات ديات انا عاملها للمبتدئين انا ممكن اقول لك عجنته خلاص زي ما انتوا شايفين بجيب من بره الجوه كده عشان كله يندمج مع بعضه وفي دقيه تحت اهو هبتدي برضو ان انا حط شوية مية وبعد كده ابتدي ان انا عجين تاني في ناس بتحب التفاصيل ديات عشان هي اول مرة تعجل مثلا لعجينة فبتبقى عايزة تشوف الحاجة بتتعمل ازاي مش كل الناس على فكرة بتطبخ في ناس لسه مثلا البنت كبرت وبتبتدي ان هي تشتغل وتطبخ مع مموتها اللي يخلي العجينة كمان تخمر معك بسرعة انت لما ضغطيها تحط عليها مثلا اي حاجة تقيلة كوفيرت عندك او اي حاجة بتخلي التخمر معك اسرع وبتعمل جو دافي للعجينة زي ما انتوا شايفين قورناها كده والطبق معنا بانضيف بنغطيها كده بكس مطبخ فتحة وبنحط عليها كده ممكن تحط قمشة بقى وتحط فوقها اي حاجة تقيل في تصع النار بحط شوية زيت وبعد كده مزيت يبتدي يسخن معايا انزل بالسجوء انا مقطعها قطع صغيرة كده انت ممكن تعمليه بالفراخ او ممكن تعمليه باللحمة المفروم بتبتدي بقى ان انت تقلبيه كده في الاول لغاية بس ما ياخد تشميعه كده خفيفة ده الشكل بتاعه بعد كده بقى بنبتدي ان احنا ننزل بالبصل بتاعنا انا مقطعاش ورايح كده انت ممكن تعمليه مثلا مكعبات تبع ما انت حاب بدله بس تقليبه كده مع بعضه وبعد كده بقى بنزل بقى بنزل بالفلفل الاحمر والفلفل الاخضر مهم جدا الفلفل في الوصفة دي لان بصراحة بيدي طعم حلو قوي والفلفل الاحمر مغزي وحلو وبيدي لون جميل جدا للبتز بعد ما بندله تقليبه كده مع بعض بننزل بالتوم انا عندي التوم قطعاش ورايح كده انت ممكن تفرميه عادي بدله بقى تقليبه مع بعض وانا في الوصفة برضه وحط طماطم هي دي حركة اختياري منك بجيب الطماطم كده وقطعها حوالي حبيتين طماطم وحطهم على الخليط بتاعي وابتدي ان انا تديله تقليبه وهدي بقى علي النار شوية واسيبه بعد كده زي ما انتوا شايفين العجنة بتاعتنا ما شاء الله بقت الضعف بعد ما سبناها بقت الضعف هنبتدي ان احنا نقسمها انا هعمل ان شاء الله اربع بيتزات زي ما انتوا شايفين بابتدي ان انا قطع كده تقطيع عشوائي على اساس ان انا طلعهم كلهم متسويين قد بعض عشان اكورهم متسويين زي ما انتوا شايفين كده قطع طمه بابتدي اخد بقى اول واحدة كده ما شاء الله زي ما انتوا شايفين العجنة طرية وجميلة او ده السمك الجميل جدا للعجنة اهو بابتدي ان انا قرصها كده بايدي اعملها كور وكرر بقى في كل الخطوات بتاعتي طيب انا لو عملت واحدة مثلا انا طلعت صغيرة واحدة كبيرة عادي باخد منها اكمل للتاني ما بسيبش اي حاجة في الطبق عندي اهو باخد من دي حتة لاتها كبيرة شوية وكمل في التاني عادي كده بعد ما قطعهم متسويين هنبتدي ان احنا نجيب اول واحدة معانا ونبتدي ان احنا نفردها على شكل دايرة احنا قبل ما بنفرد العجنة بنحط الصينية الاول عليها شوية زيت وبعد كده نحط الكرة بتاعتنا ونبتدي ان احنا نفرد على قد ما نقدر على شكل دايرة كده ونصبطها طبعا كنت نسيت الخطوة فبورها لكم اهو حطيت زيت وعملت بالفرشة او بيديك عادي وبتدي بصوا شايفين بالفرق بقى بتلاقي العجنة بتفرد معاك اكتر الزيت بيخليها ايه تفرد معاك دي صلصة كنت عاملها قبل كده طريقتها سهلة جدا بتجيب الطماطم تضربها في الخلاط بتحط الطاصة بتحط في الاول كده شوية زيت عليهم توم بعد كده بتحمريه بعكية بتحط عليه بصلة مبشورة وتحط الطماطم المخفوكة اللي انت عملتها وملح وفلفل وبهرط وكمون بس كده او حابة تحط مع الطماطم هي بتضرب في الخرط قرن فلفل احمر بدي طعم ولون جميل اوي زي ما انتو شايفين حطيت معلقة صلصة وبدأت ان انا افردها بالشكل الجميل ده بجيب بقى كل البتزة اللي عندي اللي اربع بتزات وابتدي ان انا افردهم بنفس الشكل اي صانية عندك تنفع سواء مستطيلا دورة اهو فردتهم بسهولة جدا وعملتهم بالشكة كلهم عشان العجينة تكون ناجحة معاك وحلوة لازم الصلصة تنشي فيها كده قبل ما تحطيها يعني تسويها كويس على النار وتكون ناشفة طبعا السجوء بقسمه لاربع اجزاء وبعد كده بحط شرايح من الطماطم على شكل دواير كده الطريقة بسيطة جدا بس انا شايفة ان كان طعمها حلوة قوي بعد كده بجيب فلفل اخضر وابتدي ان انا قطعه وبعد كده بابتدي ان انا رسه على البتزة بالتساوي بيدي شكل وطعم جميل قوي ومغزي كمان بعد كده بقى بنحطها في فرن الفرن يكون سخن الاول بنحطها من 10 دقايق لربع ساعة على الرف الاوسط او الرف اللي قبل اللي تحت وبتسيبيها بقى واول ما تلاقي الخضار اللي فوق بدأ ينشف كده والمية بتاعته نشفت منه بتبتدي انت تطلعيها وتحط عليها الجبن بتاعتك بنكمل كل البتزة اللي معانا بنفس الخطوات كل واحدة تحط لمساتها عادي في البتزة اوقات الحاجة بتكون بسيطة قوي ويكون طعمها حلوة قوي حاجة زمان زمان شايفين ما كانش في كل الامكانيات اللي موجودة دلوقتي بس كان الاكل مجامل جدا وكان صحي وكان لي طعم لو عندك زتون قصمر برضو ممكن تضيفي ليها طبعا الامكانيات لو سامح معاكي انت ممكن تحطي جبنة كتير على الوش بتبقى جميلة قوي احنا بنشتريها من الافران كده بتكون بلت زمانة صغيرة الكل بيحبها بيحب طعمها انما بقى انت لو عملتها في البيت هتبقى جميلة قوي زي ما انتوا شايفين انا نسيت حط الزجوء في الاول فحططه في الوش عادي وكانت طعمة وجميلة شايفين طلعة سخنة وحلوة ازاي لو متوفر عندك برضو جبنة رومي ممكن تحط عليها جبنة رومي لان الافران اوقات كتير جدا بيعملو بالجبنة الرومي بيكون طعمها حلو كمان من كيلو دقيق عملنا اربع بلتزات يكافوا عيلة شايفين الشكل بتاعها بعد انما طلعت مالفرن جميلة ازاي كده خلصنا الفيديو بتاعنا تعالي بقى اقولك على نصائح مهمة جدا لو حابة تسمعيها عن اصرار نجاح البيتزا اول حاجة لازم تكون الخميرة اللي انت بتستعمليها تكون جيدة وتكون بدرجة حرارة الغرفة طب ازاي اتأكد من صلاحية الخميرة اللي احنا استخدمناها بتجيب معلقة صغيرة مثلا من السكر وشوية مية دافين وبعد كده تحط عليهم الخميرة بتاعتك وبتستني شوي اول ما بتلاقي فقاقع كده في الخميرة تعرف ان هي فعالة وتقدر انت تستخدميها عشان تطلع معاك البيتزة هشة وجميلة اوي كده بعد كده لازم من العجينة بتاعتك تخمريها كويس اوي اول مرة انما في المرة التانية تتعامل معاها بخفة شوي عشان ما يطلعش الخميرة اللي انت عاملها فيها وتطلع جميلة وحلو المية اللي بتستخدميها بتكون مية دافية ما تكونش مية مغلية والمهم ان انت ضغطت العجينة كويس في مكان دافي بعيد عن الهواء اللي بيميز البيتزة العجينة بتاعتها تكون هشة وحلوة عشاشت العجينة دي سر حلويتها وطعمتها بلغيش اوي في التسوية بتاعتها في الفرن انت بتحطها في الفرن ويكون ساخن على درجة حرارة مثلا مية وتمانين او متين بعد كده بقى بتحطيها بعد ما بتخرجيها بتحط عليها الجبنة وبعد كده بترجعها تلاقي الجبنة ساحة معاك بتخرجيها بعد ما بتكوريها لو لقيته صعوبة فردها بتسيبها حوالي عشر دقايق ترتاح وبعد كده بترجع ان انت تشكلها على شكل دايرة تاني مهم جدا الخليط اللي احنا عملناه للسجوق ان هو يكون ناشف مفيش فيه اي مادة سائلة يعني المية بتاعته الخضار ناشفة وشربة كله من بعضه وناشف معاك عشان ما يعجنش العجينة معاك وتطلع نجحة انا قلتلك على كل التكات اللي اطلعها نجحة معاك واتمنى يا رب ان الفيديو بتاعي يكون عجبك ما تنسيش تتابعيني على الفوسبوك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة